بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير جمهور النادي الأهل العظيم أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج الترنت حلقة ختم الإسبوع ولكن حلقة استثنائية بالتأكيد نتيجة إنجاز منتخب الشباب فالنهاردة بالتأكيد عندنا تفاصيل مهمة جدا عن حصول منتخب الناشئين تحت 17 سنة على بطولة إفريقيا في البطولة التي أقيمت في المغرب خلال الفترة الأخيرة والتأهل لأول مرة منذ أكثر من حوالي 11-12 سنة لنهايات كأس الأهم الإفريقية اللي هتكون مؤهلة بإذن الله إلى كأس العالم فبالتالي حلقة فيها تفاصيل وفيها ضيف مهم جدا أكيد هنتكلم معاه ولكن قبل ما أدخل في أي تفاصيل وفي أي موضوعات نهاردة بالتأكيد فريق النادي الأهلي أجازة راحة سلبية في الاستعداد لمباراة البنك الأهلي وده برنامج الجهاز الفني أعده مسبقا من وقت مباراة استاد أبيتجان ولكن كان فيه تدريب بالأمس تدريبات استشفائية للعيبة اللي شاركت فيه مباراة استاد أبيتجان والمجموعة اللي مشاركتش فيه المباراة خاض التدريب قوي جدا بالأمس تدريب بأجماعي وتأسيمة فنية عملها مرسي الكولر في ملعب مختار التيتش بالجزيرة بإذن الله الفريق هيستاني في التدريبات بكرة وهيكون أمامه بالزبط حوالي 48 ساعة استعدادا لخوض لقاء مباراة البنك الأهلي اللي هتتلعب يوم الحد على ملعب السلام الساعة 5 مساء بإذن الله أكيد أفن خلاص المشوار الإفريقي ومباراة استاد أبيتجان ثلاث نقاط مهمة وانتهت وانتهت القصة بالثلاث نقاط وإن شاء الله الفريق عنده مباراة مهمة جدا أمام البنك الأهلي في الاستعداد لمباراة الدور العام ونحن بنتعامل مع مباراة الدور دلوقتي وكانها مباراة كوس ولكن قبل ما أدخل في تفاصيل الحلقة وفي سياق الأخبار النهاردة اللي معنا فيه برنامج التريند هايزا بدأ بخبر مهم جدا وهو خبر رسمي متعلق به قرار للكابتن محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي رسميا تم تغريم إمام عشور لاعب خط وسط النادي الأهلي لما بدر منه في مران الأمس ده خبر رسمي بنعلنه من خلال شاشة قناة الأهلي لكل السادة المشاهدين النادي الأهلي قرر تغريم إمام عشور مليون جنيه هذا القرار جاء بناء على قرار من الكابتن محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي نظرا لما بدر من اللاعب الأمس في مقر النادي بالجزيرة أو تحديدا في ملعب مختار التيتش أثناء المران يمكن الفريق زي ما قلت لحضراتكم كان فيه تدريب مبارح بعد مباراة استاد أبيجان كولر عمل برنامج زملي للتدريبات بعد المباراة على طول يبقى فيه تدريب في اليوم التالي والنهاردة راحة سلبية وبالأمس كان ليه نظام معين في التدريب استشفى للعابة اللي شاركت بشكل أساسي وفي نفس الوقت تدريب جماعي للعابين اللي مشاركتش في المباراة فمبارح كان فيه تفاصيل متعلقة بقى بفكرة المشاركة وعدم المشاركة ولكن كان فيه قرار انضباطي مهم جدا من الكابتن محمد رمضان في مرحلة مهمة جدا من مشوار الفريق في الفترة الحالية سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الإفريقي وهو تغريم إمام عشور زي ما انتوا شايفين على الشاشة دلوقتي والقرار بيعلم من خلال شاشة قناة الأهلي وده اللي احنا متعودينه من النادي الأهلي ما فيش حاجة بتستخبى أي قرار انضباطي أي قرار بيتعلق بأي لاعب داخل الصفوف الفريق فيش حاجة تستخبى النادي الأهلي هيعلن بشكل مباشر من خلال المنبر الإعلامي شاشة قناة الأهلي عبر الويب سايت عند الصفحة الرسمية الحمد لله يمكن المنظومة الإعلامية بتعمل بشكل كامل متكامل لتخطية كافة الأخبار والأنشطة المتعلقة بالنادي الأهلي وأي خبر بيتم تدوله في السوشيال ميديا مهم جدا نأكد لحضراتكم ونعلنه من خلال شاشة قناة الأهلي عشان تبقوا متأكدين من كل خبر وكل معلومة مفيش حاجة بتستخبى موقف مع إمام عشور بنعلنه بشكل رسمي إصابة لأي لعب بنعلنها بشكل رسمي كان فيه كلام كتير بيتقال مثلا قبل كده على إصابة وسامة أبو علي هنا من خلال شاشة قناة الأهلي طمنا حضراتكم وقلنا لكم التفاصيل الرسمية من خلال مصادرنا طبعا ومن خلال الأخبار الرسمية في النادي الأهلي ومع الأيام بتتأكدوا طبعا أن هنا مفيش مجال الاجتهاد هو ده منبر رسمي إعلان رسمي لازم يصدر من خلال شاشة قناة الأهلي أتمنى الفترة اللي جاية يكون فيه تركيز أكتر من الجميع في صفوف الفري وتحديدا اللاعبين عشان المرحلة اللي جاية بالتأكيد عندنا مطشط صعبة جدا في دور الأبطال وفي الدور العام وكمان بطولة الانتر كونتل انتل إن شاء الله هتنطلق يوم 11 ديسمبر والأهلي عنده مباراة صعبة جدا في كأس التحدي يوم 14 ديسمبر طيب ده جانب الجانب التاني وأنا معاكم دلوقتي على الهواء يمكن منذ دقائق أو يعني خلال الدقائق اللي جاية دي هتنطلق مباراة الأهلي والاتحادي السكندري في كرة السلة المطشي بتلاهف في البحرين وديمه نفس على بطولتين كأس السوبر المصري وكأس السوبر المصري البحريني الناس تقول لي ازاي الأهلي والاتحادي بيلعبوا دلوقتي مباراة في كرة السلة اللي هيكسب هياخد بطولة كأس السوبر المصري للكرة السلة وفي نفس الوقت هيروح يتأهل عشان يلعب يوم السبت المقبل مع الفائز مبين الأهلي البحريني أمام المنامة في كأس السوبر البحريني ده اللي هتلاعب بكرة إن شاء الله بإذن الله أو هتلاعب بكرة الكذباء منه هيلعب الكذباء من الأهلي والاتحادي على كأس السوبر المصر البحريني يوم السبت اللي جاي اعتقد يعني بيدموا نفسة قوية زيادة عدد مباريات فكرة انك تعمل تؤامة مع الاتحاد البحريني وتلعب مباراتين السوبر المصر والسوبر البحريني نتمنى التوفيق لرجال سلة الاهلي في مبارات اليوم اللي هتنطلق بإذن الله خلال لحظات بطولة بتتلعب في المنامة وإذن الله ان شاء الله نادي الاهلي يوفق في هذا اللقاء مطش صعب جدا فريق الاتحاد السكندري يمكن على مستوى كرة السلة الأخيرة صفقات وطع عقدات وبالتالي المنافسة هتكون قوية جدا مع النادي الاهلي في هذا اللقاء نتمنى التوفيق رب ان شاء الله عشان نكسب الاتحاد نكسب السوبر المصري وننطلق لمبارات السوبر المصر البحريني يوم السبت ان شاء الله مع الفايز من الاهلي البحريني أمام المنامة اللي لسه هيلعبوا بكرة ان شاء الله ويتحدد موقفهم في مبارات يوم السبت بإذن الله برضو الخاسر على فكرة سواء من هنا أو هنا هيلعبوا مباراة على يعني تحديد مركز كده مركز التالت ما بين الاندي الاربعة وهتتلاعب قبل مبارات نهائي كاس السوبر المصر البحريني يوم السبت المقبل وعلى مدار الحالة ان شاء الله أول ما يكون معنا تفاصيل ونتائج المباراة ان شاء الله بإذن الله هنوفيكم أول بأول بنتائج مباراة الاهلي والاتحاد السكندري طيب كمان حاجة مهمة جدا متعلقة بجايزة جلوب السكر يمكن النهاردة بشكل رسمي القائمين على الحفل وعلى الجايزة أعلنوا القايمة المختصرة للنادي الأفضل على مستوى العالم والنادي الأفضل على مستوى الشرق الأوسط فكرة ان النادي الأهلي يدخل في منافسة على الجايزتين ويكمل حتى في القايمة المختصرة حاجة كبيرة جدا اندلت بتدل على شعبية وجماهيرية النادي الأهلي بصوا جماعة في القايمة المختصرة للنادي الأفضل على مستوى العالم الآله بينافس أندية عريقة زي ما أنتم شايفين على الشاشة شعار كل نادي منافس في هذه الجيزة أولاً انتر ميلاً ريال مدريد منشاستر سيتي ثلاث أندية عريقة وكبيرة جداً من أوروبا أضف إلى ذلك أتليت كومينيرو وبوتفوجه من البرازيل واللي يلعبه إن شاء الله نهاية كأس لبرتادورس يوم السبت المقبل الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة فإذاً الآله عنده منافسة قوية جداً مع خمس أندية أتليت كومينيرو بتفوجه من البرازيل ريال مدريد والسيتي وإنتر ميلاد طيب دي جائزة أفضل نادي في العالم وربطالب جمهور الأهلي من دلوقتي الغاية تغلق باب التصويت كل يدخل ويشارك ويصوت على النادي الأهلي في هذه المنافسة الصعبة جداً مع أفضل أندية العالم عشان الأهلي يفوز بهذه الجائزة اللي أعتقد لها قيمة تسواقية وقيمة تقديرية كبيرة جداً في دبي وعلى هامش حفل دبي اللي هيقام بإذن الله منتصف الشهر المقبل طيب كمان النادي الأهلي بينافس على جائزة الأفضل على مستوى الشرق الأوسط وكان معاه تلات أندية من السعودية ونادي إماراتي دلوقتي تم باختصار الأندية إلى أربعة الأهلي على رأس الأندية مع العين الإماراتي والهلال والنصر من السعودية يلا بقى كل جمهور الأهلي يدخل يصوت وعايزين العالم كله يعرف ويشوف شعبية النادي الأهلي شعبية الأهلي بتيجي من مشاركة جماهيره على التصويت في أي جائزة سواء دولية أو قرية أو إقليمية أو حتى محلية طبعاً جمهور الأهلي ضرب المثل في الجواز المحلية ضرب المثل بشكل كبير جداً في الجواز المحلية بتتكلم 99% قدام 1% أي أن كان مين المنافس على مستوى العالم بتشوف وحدس ولا حرج أي تصويت على منصة X أو حتى من خلال حسابات الفيفا الموضوع خلصان من بدري أول ما تقرب على جائزة المستوى الإقليمي جائزة جلوب سكر أو أي جواز تقديرية بتحصل في السعودية أو في الإمارات أو في الكويت اكتساح فأنا أتمنى إن شاء الله بإذن الله في الجائزة السنة دي نتاج التصويت تكون معبرة بجد على شعبية الأهلي وحرص جمهور الأهلي على التفاعل مع جائزة جلوب سكر طيب ده جزء جانب مهم جداً كنا عايزين نتكلم في كذا تفصيلة متعلقة بآخر المستجدات المتعلقة بالنادي الأهلي طيب الفقرة الحوارية زي ما قلت لحضراتكم في قدرة الحلقة هتكون فقرة استثنائية لأن النهاردة بينورنا وبشرفنا كابتن أحمد فوزي مدرب حراس مرمى منتخب الناشئين موليد 2008 وهو حالس سابق بالتأكيد في النادي الأهلي هنتكلم معاه عن البطولة اللي توج بيها المنتخب لسه طازة يعني المنتخب لسه متوج بالبطولة من أيام قليلة جداً وكنا في حالة متابعة ومتابعة خبرية فالنهاردة كابتن أحمد فوزي عن ما ورنا في الفقرة الحوارية عشان نتكلم معاه في تفاصيل مهمة جداً تحديداً على مركز حراسة المرمى عندك حارس مرمى أول مباراة من المغرب خمس أهداف إزاي قدرت تديله الثقة وإنه يكمل طوال مشوار البطولة أو إزاي قدرته كجهاز فني تتعامله مع نتيجة اللقاء الأول أمام المغرب والخسارة بخمسية عشان على طول تكسب ثلاث لقاءات وتتأهل إلى التصفيات وتبقى بطل البطولة في هذا المشهد المهم جداً عموماً تفاصيل كتير هنأتكلم فيها بالطبع مع كابتن أحمد فوزي في الجزء الأخير من برنامج الترنت لكن خلونا دلوقتي نبدأ حلقتنا بسؤال حلقة النهاردة وسؤال النهاردة بعد نهاية الجولة الأولى من دور أبطال إفريقيا من وجهة ناصر حضراتكم يعني من المنافس الأقوى للآهل في المجموعة الثالثة الآهل بيضم معه في المجموعة أورلاندو بايرتس شباب بولوزداد الجزائري واستاذ أبيجان الإفواري فبطل جنوب إفريقيا أورلاندو بايرتس ولا شباب بولوزداد من الجزائر ولا استاذ أبيجان من الكود إفواري الكل يدخل يجاب معنا من خلال السؤال المطروحة عبر صفحات القناة عبر السوشيال ميديا وفي الجزء الأخير بإذن الله استعرض أكبر قدر من توقعاتكم وعراكم مين هو المنافس الأقوى اللي هيكون يعني زاوية صعبة للآله في مشوار التأهل إلى الكوارتر فينال في المرحلة اللي جاي طيب دلوقتي نروح لأهم العنوين البداية في تريند الأهلي الفريق راحة من التدريبات اليوم وكمان كولر يطلب مطابعة نهائي لبرتادورس وفي التريند العالمي مقابل 42 مليون سترليني فرانكفورت يحدد سعر بيع عقد مرموش شيء ممتع لما بنتكلم على صلاح وعلى مرموش النهاردة بنتكلم في رقم خيالي 42 مليون سترليني وفرانكفورت عايز يطلع بأكبر مكاسب مالية في حال بيع اللاعب في الانتقالات القادمة إما في يناير أو في الصيف بالمناسبة برضو مبارح صلاح يعني بعد مشوار طويل مع ليفربول مبارح بيكسبوا ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا صلاح ضيع رقل الجزاء ولكن في نفس الوقت برضو على الجانب الآخر مع الريال مبابي ضيع رقل الجزاء هي النجوم دايما كده بتضيع رقلات جزاء ولكن مبارح كبيرة جدا ليفربول على ملعبه كسب 2-0 أمام النادي الملكي يمكن الريال بيترنح الفترة الأخيرة قبل ما يسافر للمشاركة في نهاية كأس الانتر كونتنينتل نتمنى يا رب بإذن الله يفضل يترنح كده لغاية لما ييجي إن شاء الله ربنا يكرمنا ونعد ماتشة 14 وبعدها كل حادث الحديث وربنا يكرمنا وقتها ونشوف وضع الريال اللي هيكون موجود في قطر في الفترة اللي جاء لكن طبعا أهم حاجة عندنا دلوقتي ومنبصش خالص لماتش الريال ماتش كأس التحدي مع الفائز من ديربيل أمريكتين يوم 14 على ملعب 9-7-4 نروح لمباراة اليوم والنهاردة أستعرض مع حضراتكم مباراة المختلفين في الدوريات الأوروبية أو الدوري الأوروبي تحديدا لويفا النهاردة في الدوري الأوروبي متلاند هيلعب الساعة 10 مع انتراخت فرانكفورت نتمنى التوفيه بإذن الله لعمر مرموش ونيس النهاردة الساعة 10 أيضا هيلعب مع جلاسكو رينجرز نتمنى التوفيه رب المحترفين ومحمد عبد المنعم والمشاركة الجيدة بإذن الله في الدوري الفرنسي ومع نيس والنهاردة منعم على فكرة موجود في القيمة مع فريق نيس دي كانت أبرز مباريات اليوم ونتمنى التوفيه لمحترفين في الدوري الأوروبي نخش على التوب نيس بسرعة عندنا كده أخبار سريعة نهاردة منتخب مصر يمكن تراجع في التصنيف العالمي تصنيف الفيفا تراجع ثلاث مراكز بعد ما كنا في التصنيف الثلاثين بقينا في التصنيف الثلاثة وتلاثين وقضانكم على الشاشة طبعا ترتيب منتخب مصر بعد ما بلغ 1513 نقط ليه تراجعنا ثلاث مراكز؟ لأن احنا تعدلنا في آخر أجندة دولية مع الرأس الأخضر ومع بتسوانا سواء زهابا في الجولة الخامسة في الرأس الأخضر أو حتى في الجولة السادسة مع بتسوانا هنا في القاهرة التعادل ده مع الفرق الغير مصنفة بيسحب من النقاط بتاعتك وبالتالي منتخبنا دلوقتي يعني رجع للمركز 33 لكن أهم حاجة احنا لسه في الستة الأوائل على المستوى الإفريقي وده مهم جدا نفضل مستمرين فيه لغاية قرعة كاس الأمم اللي هتتلعب في المغرب ديسمبر عشرين خمسة عشرين احنا علينا على مستوى إفريقي رقم ثلاثة التصنيف يعني تالت على مستوى إفريقي فالمهم تفضل على أل في أول ستة عشان لما تتعمل مراسم القرعة تفضل على رأس مجموعة من الستة الأوائل في كاس الأمم في المغرب ده جانب متعلق بمنتخبنا نروح للنادي الأهلي اللي بيستعد للسفر إلى جنوب إفريقيا لأسبوع المقبل بعد مباراة البنك الأهلي يوم الحد هتبقى فيه خلية نحل وخلية عمل قبل السفر إلى جوهانسبرج عندنا مباراة مع أورلاندو بايرتس يوم السبت بعد القادم الساعة 3 العصر بتوقيت القاهرة في جوهانسبرج طب الآله هيسفر إمتى الآله هيسفر الأربع الجاي الأربع الجاي يوم 4 ديسمبر وزي ما علننا لحضراتكم قبل كده الكابتن سامير أمصان هيزبق البيعسة هو كابتن سامير عدلي عشان ترتيبات الإقامة والاتفاع على ملعب التدريب والآله ليه اختيار لمعين كده في ملعب التدريب عشان يستعد لهذا اللقاء الصعب جدا هو اللقاء على زعامة المجموعة أورلاندو راجع من الجزائر ومعها ثلاث نقاط والأهلي مسافر من القاهرة ومعها ثلاث نقاط فكل فريع هيلتقي مع الآخر يوم 7 ديسمبر بصفرة موريتانية لعبد العزيز بو عشان يقتنس الصدارة وتبقى صدارة مهمة جدا قبل ما ترجع لأنه عندك مباراة مع عشان برزداد يوم 22 ديسمبر بإذن الله في استاد القاهرة عاقب العودة من قطر فنتمنى التوفيق رب للنادي الآله في هذه الرحلة الهمة جدا كريم فؤاد ومحمد هاني النهاردة بإذن الله هيسفروا إلى النمسا أو يعتبروا سفروا خلاص النهاردة صباحا إلى النمسا من أجل العرض على الخبير النمساوي لمعرفة تطورات حالة ألة الثنائي كريم بيعاني من قطع في الرباط الصليبي محمد هاني كان جزع في الرباط الصليبي الخلفي لكن هاني في الرحلة دي هيتطمن على مدى جهزيته للنزول للتدريبات يرجع من النمسا على طول ينزل للتدريبات عشان يكون جاهز إن شاء الله مع الآله في المباراة اللي جاية كريم فؤاد لسه شوية وقت طبعا عملية الرباط الصليبي بتاخد شوية وقته وأشهر على ما يقدر يرجع لكن هاني إن شاء الله خلص البرنامج التأهيلي ونقدر من خلال هذه الزيارة نطمئن على جهزيته ويرجع إن شاء الله ويكون جاهز لخوض التدريبات ويكون جاهز مع الفري في الفترة اللي جاية لسه عندي تفاصيل أكتر ولسه عندي أخبار كتيرة ولكن أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نواصل أهلا بحضركم من جديد وبعد الفاصل عندنا مجموعة من الأخبار وكمان هنتناقش في بعض التفاصيل اللي اتكتبت في السوشيا الميديا وفي المنصات والمواقع الرادية في الساعات الأخيرة عايز أأكد لحضراتكم إن أشرف فداري مدافع النادي الأهلي اللاعب المغربي إن شاء الله بإذن الله بعد مباراة البنك الأهلي ممكن يكون فيه تطورات إيجابية جدا وبإذن الله هيكون عندنا اتجاه اللي احنا نشوف أشرف داري في التدريبات الجامعية عقب مباراة البنك الأهلي مهم جدا لما نتكلم في التفاصيل اللي زي دي جهاز الطبي كان بيحاول قدر الإمكاني يتعامل طبيا في إصابة أشرف داري بشكل سليم وما فيش فكرة على الاستعجال وإن اللاعب ياخد وقته في التأهيل ولا لك في الفترة الحالية فيه إمكانيات وفيه قدرات ممكن تخليك ترجع اللاعب بعد أسبوع بعد خمس أيام ولكن المضاعفات الطبية ممكن بعد كده تبقى أكبر بكتير لذلك الجهاز الطبي بيتعامل بشكل تحفظي على بعض الإصابات اللي ممكن ياخد فيها شوية وقت عشان اللاعب يكون جاهز للتدريبات والمباراة الرسمية لكن بإذن الله إن شاء الله من خلال تواصلنا مع الجهاز الفني أشرف داري بإذن الله إن شاء الله هيعود للمشاركة في التدريبات الجامعية يعني على منتصف الإسبوع المقبل بعد مباراة البنك الأهلي فكرة بقى يسافر جنوب إفريقيا يدفع بيه مرس الكولر إمتى؟ دي وجهة نظر فنية لمرس الكولر هو المدير الفني وهو صاحب القرار لكن زي ما نشايفين أشرف داري موجود في التدريبات موجود في ملعب التيتش ماشي على رجليه بشكل كويس جدا ولكن هي بس عدة أيام ووقت إن شاء الله ونتطمن على أشرف داري كمان الإسبوع اللي جاي إن شاء الله بإذن الله هيكون معنا خبر جديد نطمنكم على وسام أبو علي يلحق ماتشو أرلندو ولا يستنى شوية ده اللي ممكن نقول الإسبوع اللي جاي لما يكون فيه تطورات لأنه فيه أشعة بتتعامل في الأيام القادمة عشان نطمئن على حالة كل لعب في الفترة اللي جاي طيب ده خبر كان مهم جدا المتعلق ببعض اللاعبين والنهاردة زي ما قلت لحضراتكم الفريق أجازة وراحة سلبية ومن بكرة لاستعداد لمباراة البنك الآهلي ويوم السبت الدخول في معسكر مغلق والإعلان عن قيمة الفريق اللي هتقود هذا اللقاء اللي هيتلاعب على استاذ السلام مش استاذ القاهرة ودي مباراة البنك الآهلي وعارف أنت المسألة تحس أنها يعني إيه الخبر ضايع ما بين الجهتين هل البنك الآهلي اللي طالب يلعب في السلام ولا استاذ القاهرة اللي قال أنا مش جاهز فالماتش مش هينفع يتلاعب عندي المعلومة في النص تحس أنها وععة بين الطرفين مين الطرف اللي صاحب القرار في النقل يعني أتمنى يكون فيه وضوح شوية أكتر في فكرة صاحب القرار هل الستاد هيئة الستاد لأن أنا شفت ماتش استاد أبي جان آه التراك لسه مش جاهز بس احنا نلعب على النجيلة مش على التراك وفي نفس الوقت هل البنك الآهلي ممكن شاهد في استاذ السلام بالنسبة له أفضل يطلع بنتاجة إيجابية في ظل أنه لما التحادس كان داري لهاب مع الآهلي لهاب في السلام والمباراة انتهت بالتعادل فممكن يكون شايف الجهاز الفني الفريل بانك الآهلي كابتن طريق مصطفى يعني أنه يلعب مع الآهلي في استاذ السلام فأتمنى أن المعلومات تكون فيها وضوح أكتر في الفترة اللي جاي عشان نعرف صاحب قرار النقل المباراة مين هل الرطة هل النادي البنك الآهلي أنه صاحب الملعب هل الستاد يعني ده طلب مش هقول طلب شخصي ولكن طلب مهني محتاجين نعرف تفاصيل الموضوعات عشان لما نعلم نقول له الخبر بناء على الستاد بناء على طلب النادي الستاد لسه مش جاهز النادي هو اللي طلب فتبقى الأمور واضحة بالتأكيد لكل الجماهير طيب نروح بقى لترند السوشيال ميديا واللي اتكتب على الأهلي في السوشيال ميديا في الساعات الأخيرة إننا عند النهاردة حوالي أربع خمس مواقع متكلمين في تفاصيل مهمة جدا اخترناهم بعناية عشان نترحها لحضراتكم ونتكلم في تفاصيلهم ونأكد الصح من الغلط أو لو في عندنا معلومات إضافية نتكلم عليهم هبدأ معكم بحساب القاهرة 24 عبر منصة X وقضامكم على الشاشة هو ترشيح خبير إنجليزي وآخر ألماني آخر ألماني لرئاسة لجنة الحكام بالتحاد الكور حسب المعلومات اللي عندنا وهو تأكيدا للخبر المنشور النهاردة في القاهرة 24 إن لجنة الحكام الحالية برئاسة كابتن ياسر عبد الرقوف هتنتهي مهمتها يوم انتخاب مجلس إدارة جديد برئاسة المهندس هاني أبو ريدا طبعا ما فيش قائمة أخرى فهي قائمة واحدة كل الطعون اترفضت فالأقرب بالتسكية هذا المجلس فيه الكونجرس لا يعقد يوم 10 ديسمبر وحسب معلوماتي أيضا أن المهندس هاني أبو ريدا عنده اتجاه أنه يتعامل مع لجنة حكام الفيفا عشان ترشح محاضرين للعمل في اللجنة الفترة اللي جاية سواء كمسؤول تطوير كرئيس للجنة أو كمسؤول عن تقنية الفار وبالتالي إحنا أمام خيار من اتنين حسب المعلومات اللي عند القايرة 24 يأيما اللي هيجي يكون انجليزي أو ألماني لكن في النهاية القرار هيكون من خلال لجنة حكام الفيفا اللي هترشح للمهندس هاني ببينه طبعا هو عضو في المجلس الاتحاد الدولي فعنده علاقات بكل أعضاء لجنة الحكام في الاتحاد الدولي فبالتالك هيرشحوا محاضرين عشان يشتغلوا على تطوير هذا الملف في ظل أن الرؤساء المصريين في الفترات السابقة أو أعضاء اللجنة المصريين في الفترة السابقة يعني تسببوا في أزمات كبيرة جدا في هذا الشأن وحتى الغاية دلوقتي مع وجود الكابتن ياسر عبد الرؤوف والكابتن تامر دوري والكابتن طوفي السيد في ملفات متلغبطة شوية في أمور تم الإعلان عنها وبعد كده بعد كده تم التراجع عنها زي الحالات التحكمية اللي قالوا أنهم هيعلنوها بشفافية لغاية دلوقتي مطش الأهل والاتحاد السكندري حالة جدلية اللي احنا أكدنا هنا ما قد شرقل الجزاء واللجنة قالت أنها مش رقل الجزاء مستني اللجنة تطلع ده وتشرحه للناس بس اللجنة لغاية دلوقتي ما طلعتش تعينات الأسبوع الرابع حكم بتغلط ممكن تتقرر ولا مش هتتقرر حكم تعاملت مع السوشيال ميديا بالمخالفة لتعليمات اللجنة هتتوقف ولا مش هتتوقف ده ملفنا إيه سايبه شوية كده لغاية لما ييجي وقته ونقشه باستفادة أكتر في فقرة الفار اللي احنا إيه نديها أجازة شوية لأسبوع ده ونخليها لأسبوع اللي جاي لما نشوف التطورات اللي هتحصل في اللجنة اللي مدتها أعتقد خلاص الرابط على النهاية بنتكلم يعني في حوالي أسبوع وعشر أيام لغاية لما ييجي مجلس إدارة جديد طيب نروح لحساب يلا كورا على منصة إكس والنهاردة كان بيكلمه على حالة وسام أبو علي والخبر اللي كنت بتكلم فيه من شوية الخبر بيقول لتحسن وأشعة يلا كورا يكشف مستجداد إصابة وسام أبو علي تفاصيل الخبر إن وسام أبو علي هيقضى على أشعة جديدة خلال ساعات لتحديد موقفه من الإصابة المصدر في تصرحاته يلا كورا قال إن فيه تحسن في حالة اللعب وإن اللعب هيقضى على أشعة لتحديد موقفه موعد نزوله للتدريبات والكلام اللي بتقلن الأشعة هتتعامل عشان تحسن موقف اللعب وصفره إلى جوهانسبرج عشان مباراة أورلاندو بيرتس يوم 7 ديسمبر وسام على المستوى الشخص بيرغب بالتواجد والمشاركة وحالين بيأخذ برنامج تأهيلي مكسف ولكن حتى إذا كان ضمن البعثة فإن السويسري مارسي الكولر لن يجازف بتواجده في تلك المباراة أو في تلك الرحلة يعني ما اختلفاش كتير أو الخبر ما اختلفش كتير على اللي قلته من شوية معاكم بخصوص وسام أبو علي نروح للقاهرة 24 واللي قالوا أن النهاردة فيه اتفاق مبدئي وأن الأهل يتوصل الاتفاق مع رمي ربيعة لتجديد تعاقده مع النادي الأهل لمدة موسمين طبعا شايفين الخبر قدامكم على الشاشة الأهل يتوصل الاتفاق مع رمي ربيعة لتجديد تعاقده مدافع الأهل ينهي تعاقده أو العقد بتاعه ينتهي في يونيو المقبل يعني بعد حوالي 6-7 شهور ربيعة سيوقع العقد الجديد خلال الفترة المقبلة مدة التعاقد هتكون موسمين حتى صيف 20-27 الأهل يضع ربيعة ضمن الفئة الأولى في الرواتب وأحد كبات الأهل على فكرة يعني ربيعة ليه مشوار طويل جدا مع النادي الأهلي والإعلان الرسمي سيكون فور الإتمام التعاقد وحسم الاتفاق وتوقيع العقود مع مدافع النادي الأهلي عموما هنعلن ده بالتأكيد بشكل رسمي وقت ما يكون الخبر مؤكد ومعلن من قبل الكابتن محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي واللي بالتأكيد بندعمه في كافة قراراته وفي كافة مواقفه الأخيرة مع عناصر الفريق من أجل ضبط العمل عشان المرحلة الجاية مرحلة مهمة جدا فكل التوفيق للكابتن محمد رمضان ولأسرة الجهاز الفن واللعابين في الفترة اللي جاي طيب النهاردة كمان كورا بلس يمكن اتكلم على خبر متعلق بمحمد صلاح ومستقبله مع ليفربول وتصريحات صلاح أكيد قابت الدنيا في إنجلترا وتصريحاته كانت كشفة لمدى العلاقة والاتصالات اللي بتتم بين إدارة ليفربول مع مدير أعماله النهاردة حساب كورا بلس نقل تصريحات نشرت من خلال ليفربول إيكو بيقولوا فيها أن صلاح حريص على البقاء المحادثات مع وكيله رامي عباس مستمرة ولكن لم يتم التوصل لنتيجة التفاوض وهناك حالة مستمرة في التوتر حول موقف التجديد والبقاء عموما هنشوف إليه يحصل في الساعات اللي جاية ولكن أكيد تصريحات صلاح كان لها رسالة مهمة جدا لجماهير ليفربول وبالأمس شفنا تفاعل الجماهير حتى مع رقلة الجزاء اللي اهدرت أكبر رايف في العالم روبرت باجيو ضيع ضرب الجزاء لإيطاليا في كاس العالم في الفاينال ما فيش يعني مباراة أهم من نهاية كاس عالم لكن بالتوفير لصلاح إن شاء الله في خطواته اللي جاية آخر حاجة حساب كورا بلس على منصة إكسي سائل سؤال متى يكون استاد القاهرة الدولي جاهز لاستقبال مباريات الأهل مصدر بيقول رغم استقبال مبارتها الأهل والزمارك في إفريقيا اللي أن أعمال السيانة لم تنتهي بعد في استاد القاهرة ونحتاج إلى قرابة الأسبوع لكي يعود الملعب لاستقبال المباريات بشكل طبيعي ده إجابة على السؤال اللي طرحته في البداية هو نقل المباراة كان بناء على طلب نادي البنك الأهلي ولا طلب إدارة الأستاد النهاردة كورا بلس أجاب على السؤال إن الملعب لسه قدامه أسبوع على السيانة على ما تنتهي وبالتالي مش هينفع يستقب المباريات ولكن المباريات الإفريقية لها وضع مختلف لإنتقب لها بإسبوعين بتختر الكعف والفريق اللي هيجي يلعبك عارف أن يلعب في استاد القاهرة ورغم إن فريق استاد أبيتجان ما تمرنش على استاد القاهرة واتمرن في استاد السلام نتيجة ظروف الملعب ولكن كان لابد وحتما استاد القاهرة يستطيع في مباراتها الأهلي يوم السلساء والزمالك يوم اللربة والمبارات لعبت على استاد القاهرة ولكن من إجابة مصدر في الاستاد هيئة الاستاد من خلال كورا بلس نقدر نقول إن نقل المباراة حتى الآن من خلال هذه التصرحات بسبب أعمال السيانة اللي لسه قدامها أسبوع في استاد القاهرة دي كانت أبرز الأخبار والموضوعات اللي شفناها في السوشيال ميديا عشان النهاردة نتناولها ونتناقش ونقول لكم الحقيقة فيها خلال الفترة اللي جاية دلوقتي موعدنا مع الفقرة الحوارية واللي هي نورنا وانشارتنا فيها دكتور أحمد فوزي مدرب حراس مرمى منتخب الناشئين مواريد 2008 والحائز مع منتخب مصر على بطولة تصفيات شمال إفريقيا المؤهلة لنهايات كأس الأمم واللي إن شاء الله بإذن الآن تكون مؤهلة لنهايات كأس العالم تحت 17 سنة فاصل وكابتن أحمد فوزي نورنا في الفقرة الحوارية أسئلة وتفاصيل وموضوعات وكواليس كتير أنا عرفها النهاردة منه من خلال برنامج التريند أهلا بحضراتكم من جديد مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان فقرة الحوارية النهاردة فقرة مختلفة شوية يوم الخميس متعودين بنتكلم في ملف التحكيم وفقرة الفار ولكن الأسبوع ده فيه بطولة استثنائية لمنتخب الناشئين تحت 17 سنة موليد 2008 بداية كانت صعبة وانطلاقة كانت مؤلئة لكل المتابعين خاصة لمراحل السنية اللي بتشارك في تصفيات إفريقية على مدار السنوات الأخيرة ولكن من خلال جهاز وطني محترم وقوي جدا قدر يخرج من مباراة المغرب عشان يحقق انتصارات متتالية على تونس وعلى الجزائر وعلى ليبيا عشان مش يصعد بس ويتأهل إلى لنهايات تكاس الأول لكما يفوز بالبطولة فين؟ في المغرب اللي بالتأكيد بيستعد وعامل شغل كبير جدا لذلك النهاردة في الفقرة الحوارية بينورنا كابتن أحمد فوزي مدارب حراس مرمى منتخب الناشئين وحارس مرمى النادي الأهل السابق واللي اشتغل كمان مع عندها كبيرة وقوية جدا في الدوري المصري النهاردة بينورنا فيه برنامج التريند كابتن أحمد بنور الدنيا وسعيد بوجودك معي يا حبيب يا حمادة وأنا اللي بتشرف أن أنا معاك والله أول مرة على فكرة نطلع هوا مع بعض بس يعني إحنا حبايب من زمان وربنا يدي من محبة وفعلا برنامج التريند فارق كتير مع القناة وأتمنى لك التوفيق دايما ربنا يخليك شرحة هنجازلة لك طب هبدأ معك من الهنجاز اللي اتحقق وانتو بتركبوا الطيارة ومسفرين المغرب هل كنتوا تتوقعوا السيناريو اللي حصل في البطولة؟ لا والسيناريو دا بتاع ربنا سبحانه وتعالى يعني السيناريو دا يعني محدش يتوقعه تماما أن أنت تبدأ بإخفاق وإخفاق كبير جدا وبعدين تقدر تخش نفأ والنفأ اللي أنت داخله دا لازم تطلع عن ناحية التانية وتمشي على التركب بتاعه والحمد لله ربنا يراضيك به فالسيناريو لا يعني كان عندنا أمل كنا لما بنحسب يعني عايزين على أقل أول مباراتين بالنسبة لنا المغرب والجزائر نطلع باربع نقاط على أساس المغرب في أول مبارات في ملعبها وجمهورها وفرقة قوامها من العشرين لعيب في حوالي أربعتاشر واحد والباقي في أكاديمية محمد السادس زيهم زي اللعيب المحترفة اللي برا أكيد طبعا فالتكلم عن الجزائر دي فأنت بتتكلم في فرقة كبيرة بصراحة يعني إمكانيات هيلة كلعيبة كل الصبو المتاحة ليهم شغالين من سنتين ونص وهم وتونس يعني يمكن إحنا والجزائر وليبيا بقالنا تقريبا سنة تقريبا يعني إنما تونس والمغرب تحديدا كان بقالهم سنتين ونص شغالين مجمعين الفرقة بتاعتهم فكانت البداية بالنسبة لنا احنا كنا عايزين أهم حاجة زي ما بيقولوا كده البداية ولكن البداية كانت إخفاق وإخفاق جبير كانت مفاجأة بالنسبة لكم؟ أوه انتوا في المطبخ بقوا مع اللعيب أو شايفين المستوى؟ إحنا لعبنا بطولة شمال أفريقيا الودية مع 2007 في شهر 4 قابلنا المنتخبات دي في السن اللي أكبر منها واستطعنا إن إحنا نكسب يعني مثلا مغرب 2007 كسبناهم 3 واحد في البطولة دي البطولة اللي هي بتاعت الجزائر اللي كانت في الجزائر وتعايدلنا ساعتها مع تونس وتعايدلنا مع الجزائر وكسبنا ليبيا والمغرب وخدنا البطولة برضو بتمانية بنت ده برضو كان رزق رب بس كنا باللعب 2007 إنما إنت عدت الماتشات الودية ممكن مما خسرت ماتشين كان في رت روسيا لما جوهم لعبونا هنا بقيت الماتشات الحمد لله بقى كنت إنت ليدنج على أردن كويت وزي ما قلت لك في رأى شمال أفريقيا في الدورة الودية أول مرة نخسر ونخسر بالرقم ده يعني ما حصلتش إن إحنا نخسر كنا بنخسر مثلا 2 واحد 3 ا2 مقبول في الكورة ما عادي إنما 5 واحد اللعيبة اللي أنت تلاقي 11 لعيب في الملعب اللي بينزلوا تغيير غير موفقين ومش وقفين على رجلهم مش عارف أسباب كتير طبعا منها أسباب فنية ومنها أسباب نفسية ومنها أسباب إن إحنا يمكن سافرنا قبل البطولة 3 ايام بس ودي برضو فيها مشكلة يعني خلي بالك محتاجة بادر شوية بس مش بتاعتنا خلي بالك دي المستضيفية يعني كل الفرق كل الفرق راحت قبل البطولة 3 ايام مش احنا بس تمام فالاستضافة من المغرب كانت محدد 2 و70 ساعة آه 2 و70 ساعة كنا نتمع إحنا كنا عمين حسابنا سافر أبلا بأسبوع بس هم رفضوا السعادة ممكن تسافر أبلا بأسبوع لاتحالة تحمل تكاليف أربع أيام مرديوش أصل مرديوش مين المغرب الاتحاد المغربي آه 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 مرديوش أصل لأنهم كانوا محددين لنا في فندو هننزل فيه حتى هننروح حتة تانية وبتاع المفتوض نحن البطولة دي في كازابلانك آه أول مباراة بتاعت المغرب دي لعبونا في حتة اسمها المحمدية آه المحمدية آه تعب عد حوالي مثلا 25 كيلو عن كازابلانك فإحنا عادين في حتة بعيد عن الأربع فرق التانية تانية آه يعني إحنا كنا عادين لوحدنا في أول مباراة دي ملناش دعو أي حد محنش بقى أحد معنا كلهم عادين في كازابلانك وإحنا عادين لوحدنا في فندق لوحدنا خالص أو عازك تخلص اللقاء الأول وبعد كده أفكر وأه وبعد الماتش الأول لان يدون رجعنا بقى إحنا كازابلانك وعادنا في الفندق ياه آه دي حقيقة تب فين أستاذ جمال علام فين هاب الكومي بصقص دي حاجات التحديد بتاعها ده دكتور هاب عمل وأول يوم ما وصلنا قبل ما نحط الشنط هل لنا ما تطلعوش ما تحطوش الشنط تمام إحنا هنمشي من فندق هنمشي من فندق ده فندق يعني كان على يعني على قد الحال يعني شوية مع أن مغرب بتشتهر بفندق الكبير ترهيات علي جداً طبعاً ولكن كنا إحنا عادين في فندق من غير ذكر أسامي ما كانش يعني مش ممكن أقولك ثلاث نجوم أو أقل كمان ودكتور هاب طلب إن إحنا ما نطلعش الشنط وكلم الناس في الاتحاد الاتحاد شمال أفريقيا وكلم الناس في الاتحاد المغربي فعلاً وجوم وما جوم عندنا الفندق بس قالوا ما فيش حل لأن دي قرية أو مدينة صغيرة ما فاشغل الفندق ده وفندق تاني نازل فيه الحكاة فما يدرش نحطوكه مع الحكاة فها ما عرفش بقى متبيتة يعني أبص اللهم لا أظن المشهد كله وصلك النديجة فالمباراة كانت صعبة خاصة إن إحنا نزلنا بنهاجم وبنلعب ند وإحنا بنضيع وهم بيضيعوا وإحنا بنضيع وهم بيضيعوا وثلاثة شوط لقوني خسرنا واحد سفر وإنت لسه في الجيم بعد جون ما جاه كورنر في العرضة كورنر اللي بعدها شوطة في العرضة فهي مدياك دهراء من بدري بس إحنا زي شوط التاني إن شاء الله نتعادل ونكسب وفعلاً ضيعنا وبعد كده في ثلاث دقائق أو أربع دقائق دخل فينا ثلاث تجوان في أربع دقائق في أربع دقائق بقيت نتيجة أربع صفر خلاص بقى كله ضلمة عارف جون التاني كورة بين السردباك والباكريت فده بيعزم على ده شوط وده بيعزم على ده شوط اللي اتنين جوم يشوطوا مع بعض خبطوا ببعض راحت للراجل حطها ببطن رجلية التاني التالت الباكليفت بيطلع هو عشان أشول بيطلع برجله اليمين راح حطتها على نقطة البلل إن الراجل بيحط ببطن رجله في الجوه الرابع الكورة معنا السردباك عايز يرقص راح يلولد واخدها ورح مرقصه تاني وراح يلقى حجونه وعملها وحط يعني فهم في ثلاث دقايق فخلاص بقى هي اللعبة ديوف بكل دواني بكل حاجة فخلاص ايه ماتشي خلص خمسة واحد وخلصنا بس هنا لازم ارجع لنقطة مهمة جدا من خبرات كابتن احمد الكاس ومن أخلاقه إنه وقف في قلب الملعب لم الفرة كلها كدايرة حواليه ووقف في نص واتكلم ونزل دكتور ياب كون من فوق وقال أنا متحمل المسئولية تمة احنا خسرنا النهاردة بس هنصعد احنا خسرنا النهاردة بس ربنا بيبتلينا عشان يشوف احنا رجالة ولا لا أنا عايزكم تنزلوا تسجدوا كلكم دلوقتي ساجدت شكر الله سبحانه وتعالى على النتيجة دي وتنزلوا وتسجدوا وبعد كده ما تفكروش في أي حاجة احنا لسه مجناش المغرب احنا هنيجي المغرب بكرة الصبح بكرة الصبح احنا هنيجي المغرب بكرة الصبح المتش ده احنا لسه مجناش انا عندي ثقة فيكو كاملة وان شاء الله هنصعد والكلام ده مسجل واتمنى ان كان في صور مع المنصق الاعلامي استاذ محمد الصيغ اتمنى انه نزلها ان دي لحظة دي اللي غيرت فكر الولاد لان خلي بالك انت من الرابع واللعيبة في الملعب بتعايت تمام من الجون الرابع من الجون الرابع واللعيبة بتعايت مش مسدقين بالنتيجة مش مسدقين نفسهم مش مسدقين مش ده التيمي اللي بيستعد بالفترة وبيكسب بالزبط بالزبط فانت اللعيبة اللي في الملعب كلهم قعدوا في الارض هو قومهم كابتن راحلهم واحد واحد وخدهم من اماكنهم وما تعيطش وخلاص وما فيش الراجل بيعايط وإحنا 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 فدي كانت يمكن اللحظة الفارقة اللي تغير فيها السيناريو من الخسارة والخروج إلى الفوز والصعوب دي من وجهة نظر أنا وبعد كده الأحلى والأجمل إن الكابتن أحمد طلع في الإعلام في مصر مع كل ضرب والتقطيع اللي حصل فينا احنا يعني تقطعنا تقطعنا وحق الناس أنا مابلش حاجة حق الناس تانقد بس مش من حقها إنها تصف صفات تخلي الولاد يعني أصلا خلي بالك هم طعنون في حاجات كتير وطعنون احنا كجهاز في حاجات كتير جدا معيني في حاجات تخرج عن إرادتنا قبل ما نسافر بعشر تيام بتلاقي جزء من اللعيبة اللي معك مش موجود عارف لايك أبتن فوزي بس ليه الانتقادات كتحدى شوية مش من كل من البعض في نفس الوقت كان ميكالي بص الحمد أنا بقاطعك بس معلش بتقولت انتقاد وأنا معك في الانتقاد انتقدني زي ما أنت عايز هو كان فيه خروج عن النص يمكن نتائج ميكالي مع نتائج وفي المرقاء الأول هي اللي خلت بقى الصورة تظهر بالشكل يمكن الصورة تكون كده بس أنا برضو عايزة أتكلم مع الناس دول ولاد صغيرين الكلمة تفرق انت لو بتهجم منتخب مصر الكبير هتلاقي برضو فيه العيبة زعلة طبعا قبر بيزعلوا فهمني وممكن ما تأثرش معهم لأن ده منتخب مصر الكبير لعيبة نطجة لعيبة عندها عائلات وعندها يعني ناس مسؤولة عن أنهم دول أطفال مهما كان 17 سن آه في حكم الرجال ولكنهم لسه خبراتهم قليلة أول مباراة رسمية اللعبوها بأميس منتخب مصر في حقات كتير كده يعني كان فيها خروج شوية عن النص لا وكمان جزئية الصفر والتحضير وأن لا هي تيجي 72 ساعة لا يعني الناس لو تعرف التفاصيل دي يعني لا كنا هنحطوا أعذار ليكو على إله في اللقاء الأول بص الحمد لله أنه ما كانش فيه أعذار والحمد لله أن الناس لا وانتوا مطلعتوش وضعتو ده حتى ولا حد أتكلم ركزتوا في البطولة برضو وكابتن أحمد قال إحنا من هنا لحد آخر يوم في البطولة مش هنفتح بقنا ولا حد اتصل بنا ما تردوش وأي حد يكلمكو يقوله يكلم كابتن أحمد الكاس وعشان كده أقولك شجاعة منقطعت النظير من كابتن أحمد بصراحة بالأمانة يعني كشخصية فوق الوصف ففعلا فعلا قدر يشير الضغوط من على اللعيبة ويحولها عليه هو بس كانت ضغطة عينها صعبة شوية في نفس الليلة دي برضو عشان الليلة دي أصي كايبة يعني الواحد ما يدارش ينساه اه صباح كلفنا أن كل واحد فينا احنا الأربعة يخش غرفة من اللعيبة غرفة غرفة حد من اللعيبة كل اتنين يقعد معهم مع بعض ولفنا على الـ 11 غرفة وعدنا معهم وكل واحد ممكن أنا كابتن أحمد يكون طالع من الغرفة دي بعدها بخمس دقيقة أخش أنا وهكذا ونقعد نهرج مع اللعيبة تهيأهم شوية للجاعة احنا بنهرج وإحنا بنعيد الموضوع صعب برضو خلي بالك أصل المشهد ده بفقنا بمشهد مصر والأرجنتين فاكر لما قلنا بنلعب سبعة 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 واحد واخسرنا وتعيبا لعبنا الأرجنتين في 3 و 4 لا في 3 و 4 3 و 4 3 و 4 وكسبنا 1-0 بين وخدنا 3 على ما أتذكر يعني فهو تقريبا نفس المشهد تقريبا نفس الصعوبة ونفس المشهد ده مشهد المغرب ومصر في باريس في الأولمبياد برضو نفس القصة ماشين كويس قوي وجمتش ده يوف فخلاص خلصت هفلت بس هو ده يوف بتاعنا بيجي مع المغرب بس ده مش عارف بس فعني الحمد لله يمكن اللعيبة دي لازم تشكر اللعيبة دي لازم الناس تعرف ان عندها روح عالية جدا 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 فوق ما تتخيل انت الجزائر خسران 1-0 الشرط الأولاني لحد ديئة 51 تعديلت وبعدين في الدياربعة أو 60 كسبت ده ترجع بعد المنتدى وانت خسران خمسة المتش اللي فات وما فوت خسرانه واحد فخلاص بقى كله يرمي الفوطة لا اعتقد ان الولاد كان عندهم ثبات فعالي قوي جدا ما هنش بوجود في المتش الأولاني المتش الثاني بقى اللي هو التالت اللي هو أصعب متش بتاع تونس ده قبل ما نروح لتونس مدارب حراس المرمى ومعه حارس مرمى دخل المرمى خمس أهداف ده بقى ليه تعامل مختلف فكرتك وقتها هياته ازاي قرارك في المباراة التالية يلعب ولا تنزل بالبديل عشان تحضر التاني والتاني تبدأ تشتغل معه عشان المتشاط التانية لا احكيلي اللي حصل تحديدا في مركز حراس المرمى لأن العشرة لعبة كوم وحارس المرمى اللي يدخل في المورمى خمس أهداف ده كومتاني خالص طيب بعد المباراة مباشرة هو قعد منزل حارس عمر عادل هو حارس زد قعد في التمنتاشر كان بعيط فانزلت له أنا وعمر عبد العزيز اللي هو الحارس بتاع زمالك الحارس التاني وانا ما عنديش احتياطي واساسي بس عشان تبكين مفهومة صح هما الاتنين اللي يركب يلعب ده يكور يعني الحراس مش بعد عن بعض كله مرايبين من بعض خصوصا في السن ده فهي بتفري بس في الشخصية وتحمل الصورة بسيطة الزبط يعني مهم فبعد المباراة نزلت له قلت له انت زعلان ليه هو بص للأمانة الولد اتظلم الفرة كلها وحشة وهو جاء فيه خمس أهداف ما يسألش غير على هدف الأخير منه وكان الهدف الأخير ده هو زي ما تقول بصلت بقى المرحلة انت في تلعب في الديها تسعين وخسرنا نبع واحد فمش فارق معاك فبدلا ما ترمع كورة بيديه نزل برجليه وكورة عدت من فوق رجليه ودخلت فأنا روحت له وانت راجل ايه ايه اللي بيحصل وما فيش اي حاجة وتعالا واقف مع كابتن أحمد كان ساعتها زي ما قلت لحياتك كابتن أحمد وقفنا في دائرة دائرة نص الملعة اه اعتقد ان بعد روحت الفندق تعمت اليوم ده ان انا ما روح لهش ليه عشان هو اصلا قريدي مش طايق نفسه ولو جيت له انا بالذات هيستفى الزاقت اه هيبقى متدايق وعايز يتكلم وعايز يخرج فسوحت عليه كابتن محمد برريم وقلت له روح له انت وهديه واتحك معاه وكلام من ده وبتاع وصيبنا انا بكرة تاني يوم في التمرين اخدته وقلت له يا ابني انت لسه اول ما تشتلعبه لمنطقة مصر اه ياما هتبقى عايز تقلع الجوانتي وتحفر في الارض وتدفل نفسك والناس تردم عليك وياما هتبقى عايز تقلع التيشرت وتمشي وتقول انا هو انا هو انا هو فالكورة فيها كده وفيها كده اليوم مش يومك بعد بكرة اليوم هيبقى يومك كنت اللي هتكسبنا بس انا كان عندي قرار ساعتها وكنت يعني قبل ما اختفي مع كابتن احمد ان احنا نغير ليه الولد نفسيا كان صعب انه يلعب الموتش اللي بعد وعلى العكس كان عمر او الحادث التاني نفسه يلعب الموتش اللي بعد دلوقتي انت في حالة يا الجون لو لعب الموتش التاني لقدر الله وخسرنا لقدر الله كان ده يندفن في الكرة مصر كلها هتكتقول ده فلانه وفلانه وفلانه وتقطع فيه وفيه وفي الدنيا وكلها تمام طيب الحال ايه ادي اللي عايز ياخد وريح ده وشوف ربنا سبحانه وتعالى هيجيب لك النتائج عاملة ازاي اتكلمت معه التاني قلت عمر انت ان شاء الله انت اللي هتلعب بعد بكرة ركز وحط في دماغك ان احنا كده كده اوت من البطولة احنا برا البطولة احنا كده كده مش فارق معانا انا مش عايزك تلعب تحت اي ضغط انت عايز تنزله الملعب وهو نزل يستمتع بقى بالكرة بس انا مش عايز غديه انا عايزه قلت له العب اللي عندك انت حقرس كبير زيك زي عمر انتو الاتنين زي بعض انا بقى بقول لك اهو احنا خسلنا خمسة هنخسل ايه اكتر من كده يا عم انزل وخسرنا تمام الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى الولد كان من اسباب المكسب في الموتش التاني بتاع الجزائر وكابتن الكاس التفق معك على التغيير اه اه كابتن نحمد برضو كان معايا في نفس القصة لان عمر خلي بالك والله لا يسأل غير عنها ده في واحد من الخمسة ولكن هو خلاص بقى الولد ظروف المباراة بقى تحمل على فكره وكتافه الفرقة كلها فاهمني فانا لو كنت دفعت به كنت ممكن اخلص عليه خالص اه صحيح كان ممكن يخرج من اللي هو فيه ولكن هو ربنا اسم كده فبعد الموتش التاني عمر لعب الحمد لله كان كويس وعمر كامل البطولة انما انا عايز ارجع اقول حاجة هنا انصفا للعمر عادل ان الاثنين دول بعد يعني فترة بعد تلات اربع سنين هيبقوا من احسن الجوان موجودة في مصر وعمر عادل تحديدا يعني عشان ما اقولش ان انا يعني بجدب بس انا شايف انه هيبقى الولد ده وانا بقول عصام الحضري لانه من كفر البطيخ من دوميات من نفس بلد عصاب من نفس القرية ومن نفس ونفس الدماغ ونفس المثابرة على التمرين فانا عارف ان الولد ده بعد تلات اربع خمس سنين مع الشغل اللي بياخده في نادي زد الاحقاقا للحق هيبقى حاجة تاني تعرف الحضري برضو في السن الصغير ده لما كان بلعب مع كرول ايام منتخب قلوين بيه فاكر كان بدخل فيه جوان غريبة فاكر وعون ما جي الاهلي ليه ليه وماتش الاهلي وضميات خمسة واحد كان بنفس الطريقة وكان عصام السنة اللي كان جاي فيها عصام وانا بنلعبهم وعصام وقفوا قدامنا وكانت الاهداء كان مونة باين ولا أبدها بشارت كرة مثلا من اربعين يارضا ودخلت عادي ما هو انت انت دلوقتي حاجة وبعد تلات اربع سنين حاجة مع الوقت والشغل والتطور هيبقى حاجة تاني فانا بقولك عشان برضو عمرو ياخد حقه زي ما عمر خد حقه وقدر ان هو يرجعنا والحمد لله ربنا رضانا وقدرنا ناخد التسع بنت لا انا برضو بقول ان عمر ان شاء الله يجي لوقته وهو اللي يكسبنا ومحدش عارف بطولة افريقيا خدنا هتمشي ازاي طيب بعد مطش المغرب بقى روحت على تونس وترتيب المطشات بعد كده تمام تلات نقط بقى ادوكوا فتحت النفس شوية طيب انا اقول لك حاجة اتفضل ممكن اول مرة تتقال احنا ربنا كان لدينا ان احنا نصعد بكل الطرق هتقولي ازاي ازاي ترتيب المطشات تحديدا احنا بنلعب احنا خمس فرق فكل مطش في دي اوف في باي لفرق او باي لفرق تمام ابتدنا بالمغرب اللي هي اصعب فرق اوكي وبعدها الجزائر بعد ثلاثة يام وريحنا طب ايه بقى الفرق اقول لك الفرق ايه تونس خدت الاربع مطشات سك ليبيا خدت الاربع مطشات سك يعني تونس لعبت اول اربع مبارات واربعات وليبيا اخر اربع مبارات مفيش راحة في النص بس الاربع مبارات متتالية دي موتش كل تلات يام في سكواد عشرين لعيب بس منهم تلات حراس او حارسين على حسب كل فرق فانت ما عندكش ضغط اه ضغط علي اول احنا بقى الواحدين اللي كان سبحان الله سبحان الله مريحين فين في النص ومريحين قبل اهم مطش اللي هو ايه بالنسبة لنا تونس فهو ربنا برضو اضغل لنا سبحانه وتعالى الترتيب ده من عنده وانت تلعب تونس اخر مطش ليها ويا واخد الاربع مطشات في التسعة ايام دي كانت برضو حاجة من عند ربنا سبحانه وتعالى فالترتيب من عند ربنا الحمد لله كان كويس بعد ما خلصنا الجزائر تونس في نفس اليوم اتعدلت مع المغرب وابقت الدنيا صعب حلص بقى تونس فضل الله تتعدل اه كسبت خلاص هتكسب التالت ليبيا كسبت التالت ليبيا واحنا مريحين وهتلعب وعندها سبعة مط واحنا ثلاث ثلاث واخر مطش ليها اه نزالنا الجيم والله العظيم المطش ده نكسب تمانية اضغاط فرص كتير قوي والله العظيم نكسب تمانية بس الكرة مش عايز تخش مش عايز تخش واي حاجة تتشط علينا تخش اه فهمني واحد سفر تونس نتعدل وبعدين اتنين واحد من فاول والله انت شطل قوانية اربعة تجوان كرة في قلب الجن مش عايز تخش مش عايزت الجن يصد السفر باك يطلع تيجي في العرضة كرتين في العرضة حاجة كده غريب وهم بيضيع وقت بطريقة استفزازية صعب جدا عارف بقى فرق الشمال جدا هو مش عايز يخسر. هو مش عايز يخسر. بس هو عايز يتعادل. يتعادل. خلاص. وإحنا ما يعني خلاص مش هنكمل المتش اللي بقى بالتحصيل حاصل. وربنا يراضينا سبحانه وتعالى كابتن أحمد يعمل تغيرتهم منهم واحد عبدالي الزوغ بينزل يجيب جنين في ثلاث دقيق. وفرحة هسترهية عارمة. وفعلا يعني ربنا بيراضينا ان كل خطوة بتكسب وبتروح. فبص انا من المتشات الأولى اللي ممكن اتكلم عليها وانش تونس ده. لان احنا لعبنا فيها باربعة تكتك. اربع خطط. اربع طرق خطط. هرجع اكمل معاك قصة تونس واللي حصل بعد المباراة والاجواء بتاعتها. بس اخرج فاصل ان انت بصراحة يعني بتحكي سيناريو جميل جدا. وفي ساسبانس وفي تفاصيل ممتعة. فنفصل دقائق كده ونرجع اكيد لكن نخرج لفاصل ثم نواصل كلامنا بالتأكيد الجميل جدا. والممتعة والحوار اللي سري مع كابتن احمد فوزي ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد والجزء الاخير من برنامج التريند والفاقرة الحوارية مع الكابتن احمد فوزي. ولكن واحنا في الفاقرة الحوارية. ربطة الاندية اصدرت قرارات متعلقة بنسخة مسابقات الربطة اللي هتنطلق بإذن الله الشهر المقبل. ان الربطة السنية دي عاملة نظام مختلف. مفيش نظام النوك قاوت عاملة مجموعات. احنا عندنا 18 فريق في الدور العام. فانت هتقسم المجموعات مثلا على 4 مجموعات كل مجموعة فيها 4 فرق. ولكن في مجموعتين فيهم 5 فرق. فبالتالي هنشوف النهاردة شكل المباريات وترتيب المباريات ازاي. في مجموعات كل فريق العب 3 مطشط. وفي مجموعات اخرى كل فريق العب 4 مباريات. المفاجأة بالنسبة لنا. لما تم الاعلام منذ دقيقة قليلة جدا عن مباريات تكاسر ربطة. النادي الاهل قدامكم هوا على الشاشة الجولة الاولى هيلعبها مع امبي يوم 10 ديسمبر. قدامكم هوا دي جدول المباريات الاهل وامبي يوم 10 ديسمبر. شفين بقى المطشط بقى الاهل وامبي ده في استاد السلام الساعة 7. هنعمل اتكلم على الاعلي تحديدا. طيب الجولة التانية يوم 22 مارس عشرين خمسة وعشرين. مع حرص الحدود. الجولة التالتة 22 ابريل مع فارقه 22 ابريل عشرين خمسة وعشرين. اذا الاعلي عنده في المجموعة مع امبي بحرص الحدود وفارقه. هيلعب 20 ديسمبر مع امبي 22 مارس مع حرص الحدود 22 ابريل مع فارقه. وشايفين بقى الاطواري النهائية هنا ربع النهائي. أول المجموعة الأولى بيلاعب تاني المجموعة التانية هم أربع مجموعات كل مجموعة أربع فرق ولكن في مجموعتهم هم بس اللي خمس فرق هم الأهلي أصلاً في أني مجموعة هم الأهلي هيقولوننا دلوقتي الأهلي بالضبط في أني مجموعة حتى فجئنا ما كانش هو كان فيه قرعة ولا كان فيه النظام النهاردة احنا تفجئنا بترتيب المباريات وجدول المباريات ربع النهائي الأول المجموعة الأولى مع تاني المجموعة التانية اول مجموعة التانية عايبا نظام المقص يعني والتالتة يواجه الرابعة بعد كده نصف النهائي يوم ستة ستة والفاينال يوم تسعة ستة اذا البطولة مستمرة ابتداء من عشر ديسمبر لغاية تسعة ستة عشرين خمسة عشرين ده الاهل المفروض تسعة ستة دي بيستعد للسفر لامريكا طيب لكل حدث الحديث لما نقرب من وقت شهر ستة ده ان شاء الله لو الاهل يكمل في البطولة اذا جلعب بس بالفرستين ولكن عايز اقول حاجة المهمة جدا عشر ديسمبر مباراة الاهل مع امبي حسب معلوماتي وده قلنا قبل كده الاهل عنده مباراة مع ارلندو بيرتس يوم سبعة ديسمبر في جوانسبرج هيرجع هيبع عنده تمانية واربعين ساعة يوم تمانية ديسمبر والتسعة ديسمبر يتمرن ويسافر عشر ديسمبر يوم مباراة الاهل وامبي ده الاهل هيسافر الى قطر وتم تحديد معاد السفر والفيفا تم بيختاره بالموعيد وكل حاجة ترتبت خلاص بالسفر يوم عشر ديسمبر هل هذه المباراة هتبقى بالفرستين ولا ممكن يتم الاتفاق ان الاهل ممكن يلعب بفريق الاهل مواريد 2005 اللي بيقوده حالين الكابتن عبدالحاميد حسن ميدو دعا نحاول نعرفه اذا ما كانش في الحالة النهاردة بإذن الله الاسبوع اللي جاي لما يكون عندنا تفاصيل اكتر بس فكرة الاهل يلعب بالفرستين بعد العودة من جوانسبرجي بيومين في المطش ده وهو مسافر قطر في نفس اليوم عنده مطش بعد 72 ساعة في مباراة جايزتها بس لوحدها بدل من أبعاك 2 مليون دولار إيه معاك 4 مليون دولار فالموضوع يعني ليه أبعاد مختلفة كبيرة جدا تحب تعلق على مطشات كاسر رفا انا مش عايز أعلق لان ما عرفش اتعملت امتى واعتقدني ما حدوش ده القرعة انا فجدت بالخبر ده دلوقتي ايو يعني فانا مش عارف ظروف ايه ومعرفش موضوع عشرة ديسمبر ده المفروض ان دي حاجة اللي بيعمل القرعة واخب باله منها انما ممكن يتعدلوا يبقى ديوم تسعة مثلا حتى لو تسعة الاهل راجع من جوانسبرك سبعة اه سبعة بالليل انا زي ما قلتلك ويرجع بالليل زي ما قلتلك اعتقد من الاهل الاهل هيلعب بالصف الثالث او بالفرقة بتاعت 2005 دوارد جدا وغتبقى بالنسبة له بيشارك لعيبة في بطولة رسمية وتبقى حاجة كويسة جدا ولسه الماتش التالي حتى 22 مارس اه من هنا وغتبقى بالفرستيم لو ان ظروف سمحت ان شاء الله طب ارجع معاك بقى للسيناريو الجميل اللي بتحكيه انا عايز اتكلم معاك انت بتحكي دراما عارف الدراما يا كابتن احمد ايو عارف والله بس احنا عاشناها انا عاشناها حقا يعني مشان الواحد احنا الجهاز واللعيبة وكلنا عاشناها على ارض الواقع حق الجهاز يا جماعة عشان اأكد بس وراء كابتن احمد فوز الجهاز المدير الفني كابتن احمد الكاز صاحب التاريخ الطويل الكبير جدا في الوليمبي وفي الزمالك يعني كابتن كاز ده حاجة جميلة جدا في الكورة كابتن محمد ابراهيم مدرد كابتن رامي عادل مدرد كابتن احمد فوزي مدرد حراس مرمى في زمننا الصحفي محمد الصيغ منصق علامي الكابتن وليد مهدي مدير اداري الجهاز والطب برضو يا كابتن احمد لو تقولنا بقى احنا الجهاز طبعا دكتور عمر طه اصابات ملاعب دكتور محمد الشيشتاوي تأهيل دكتور مجد واك واك علاق طبيعي دكتور علاق جهري مخطط احمال كابتن محمد السيد مدلك ابن النادي الاهلي برضو وحبيبنا يعني تقريبا كده مسؤول المهمات مسؤول المهمات الف وبروك للجميع وبنتأكيد كل اجتهد واشتغل وربنا قرم الجميع بهذا الفوز وهذه البطولة طيب ماتش تونس تمام وبعد المباراة بقى وعندك كباي وعندك الجزائر وليبيا تمام يمكن يمكن ست يام بتوع ماتش الجزائر وتونس اللي هو الفرق بين الجزائر وتونس اصعب ست يام بقى اشوف فقا الخمسة واحد انتظار مباراة تونس كانت اصعب من اي حاجة اصعب انت كل شغلك الشاغل تونس بتلعب ازاي يلعبه بكم طريقة طريقة لعبه معاملة ازاي تفرجنا على ماتشات لايف ليهم اللي هو كان ماتش التالت تونس كانت بتلعب المغرب وتعدلت معها تعدلت معها تخالي انت فرقة خاصة منها خمسة واللي انت هتلعبها هم تعدل مع المغرب اوكي بالزبط يعني وخلي بالك هي الفرقة مش ما كانتش قوية جدا برضو في ماتش المغرب يمكن المغرب ضيعت اجوان كتير جدا ولكن تونس قدرت راحب باربع فرص جابت جنين على العكس المغرب يمكن راحب بتسع فرص جابت جنين فهو عندهم خط لدفع قوي وعندهم سترايكر لعب كبير جدا واعتقد ان الولد ده هيروح اوروبا في احسن حت انا ما عارفش هو محترف ولا لا بصراحة ثم عندهم بكريت عالمي عالمي اه بصراحة يعني ماشاء الله اللفت للنظر كابتن احمد لاسف لو اطعت لا تفضل انت بتلعب المغرب تسعة او عشرة في الملعب اساسي كلهم في اوروبا تمام محترفين تمام اللي مش محترفين بيلعبوا فين فلا تقولك هل في اكاديميات ولا هل في اندية الرجاء والوداد في قطعات النشيين هناك نظامهم زينا ولا نظام مختلف لا هناك مختلف تماما اخلي بالك الرجاء والوداد ما فيش لعيبة من عندهم كان فيه من كان فيه من الجيش الملكي لعيب وكان فيه من اعتقد على اولمبيك باين اولمبيك فاسي باين اولمبيك فاسي مش فاكر والباقي كلهم اكاديمية محمد السادس الاكاديمية احسن من اي نادي موجود في المغرب وممكن في افريقيا كلها في التعليم والتأسيس واللعيبة بيبقى احتكاكها مع لعيب اوروبا بس حتى الماتشاط بيطلعوا يلعبوا هناك الماتشاط في اوروبا ما بيلعبوش في المغرب غير قليل جدا متأسسين صح جابين لهم مدربين خاصين ودكاترة ومدرسين للدروس مش بس دروس لا دروس تاهلية بيعلمهم لغات وبيعلمهم ثقافات وبيعلمهم يعني اكد انت محمد السادس دي دي حاجة حاجة ما شاء الله كبيرة جدا اعتقد ان خرج منها اشرب حكيمي خرج منها ياسيم بونو خرج منها اشرب حكيمي وياسيم بونو في لعبة كتير على فكرة عشان بان ما ننساش حد لا يعني هم لعبة كتير جدا خرجوا منها فهي مؤهلة اعتقد في لعبة في منتخب الشباب برضو بتاع العشرين سنة في من اكاديمية محمد السادس فهي لا هم هناك الشغل يعني اعتقد بيشتغلوا على قدم نتمنى بص لأول مرة اقول لك نتمنى نحزو حزوهم في هذه النقطة في هذه الجزئية وهذه الفكرة طبعا هرجع لك لتونس تونس مثلا لتونس برضو المغرب كان عندها لعب محترف بيلعب في أوروبا مع منتخب هولندا هولندا ده كابتن منتخب هولندا كابتن منتخب هولندا اسمه عبدالله الوزان عبدالله الوزان كان بيلعب وكابتن منتخب هولندا لقم 8 بيلعب في آيكس بيلعب 8 يعني في الملعب مركز مركز 8 كان كابتن منتخب هولندا لعبه في تصفيات بتاعت أوروبا وهولندا ما وصلتش فالمغرب طلبته فجه لعب مع المغرب وعلى فكرة بعد الموتش الثالث لما ضمنوا الصعود بعتوله طيارة خاصة من آيكس تاخدوا عشان كان عندهم موتش في طولة أوروبا الناشئين ده وضع مختلف تماما لا ده لعيب إن شاء الله يبقى حاجة كبيرة قوي في العالم يعني بصلاحة يعني لعيب كبير جدا عندهم أحمد موقع السنة قلت لك لعيبة عندهم كمية لعيبة رهيبة المغرب قدامها عشر خمستاشر سنة كمان هتطلع لك حاجة محترمة عارف اللي أنا بسألك يا سلادي عشان المشاهد اللي معانا لما يتفرج ويشوف النتائج يعرف ده نتاج إيه ده تخطيط جمعة اللي هو الاتحاد يعني مرع صح تخطيط مسؤولين قاعدين على كرسي المسؤولية في الاتحاد بيديروا وبيخططوا للناشئين والشباب مش مسكن في الأندية ده موضوع بقى برك انت أنا بس عايز أستفيد بالمعلومات دي دي قصة لايه علاقة بالاتحاد مش مسكن في الأندية نادي يطلع للعيبة قطعات الناشئين تشتغل انتوا كاتحاد يا جماعة انتوا اللي بتأسسوا اللعبة انتوا المسؤولين عن المنتخبات انتوا اللي بتعملوا أجيال لكل المنتخبات الفترة اللي جاية عندك أكاديمية محمد السادزة بتشتغل بعيدة تماما عن الراجع وعلى الوداد وعلى الجيش الملك ممكن آه لعيب ممكن يكون فلتة ممكن يكون موجود في المنتخب بيسافروا بيشوف اللعيبة المغربة اللي بلعبوا في أوروبا اللعيبة المهاجرة منذ سنوات ممكن ازاي يفيدوا منتخبات بلادهم في كافة المراحل السنية يبقى القصة لو عايز تطور وتعمل استراتيجية للقرى المصرية من رأس الهرم من الاتحاد مش الأندية لأن دي بتشتغل في كاتيجوري مختلف تماما ولكن الاتحاد محتاج الناس تعرف تدير صح عشان يشوف نتائج فيما بعد واللي حصل مع جيل 2008 ده حتى لو استثناء ولكن من جهد جهاز فني اشتغل بعرق وتعب عشان يطلع بالنتيجة دي كابتل يعني عبا زي ما قلت لحضرتك البطولة القوية نروح لتونس تونس كان عندها على فكرة الحارس مرمى حارس كويس جدا بيلعب في رومة في إيطاليا ومتصعد فريق أول مرة معهم فوق حارس كبير صراحة بعد كده عندهم خمس ست لعيبة كلهم محترفين في ليل وسترسبرج وفي واحد في في اتنين اتنين في اسبانيا بس يعني هو ربنا رضيانق برضو احنا الماتش ده زي ما قلت لك احنا نكسب 7-8 احنا وهقولك تاني احنا لعبنا في الماتش ده بأربع طرق كابتن احمد كان محفظ اللعيبة ومفهمهم كل وقت هيعد ازاي احنا هننزل الأول هنلعب 4-3-3 عادي لقدر الله حصل أي حاجة هغير في وقت من الوقات 4-4-2 في وقت من الوقات هلعب 3-4-3 وكل ده حصل في الجيم سبحان الله وفي الآخر اللعبنا 4-5-1 آخر 5 دقايق أو آخر 6 دقايق 4-5-1 اه يعني معشان كده بقولك الماتش ده كان مش شغل شغل احنا صحيين بنأكل نايمين بنشرب بنفكر في الماتش وكل خطوة هتمشي ازاي وبصراحة ربنا رضيانق برضو ان نخلي بالك ان انت تيجي في آخر 5 دقايق أو آخر 6 دقايق تتعادل وتكسب وخلاص الماتشي ما فيش وقت وهم اصلا مش قادرين لان هما بدلين كانوا انهاكوا تعبنين فده برضو زي ما قلت حضرتك هو توفيق ربنا وترتيبه لينا من أول البطولة حاجة احنا ما كناش نحطها في الحزباء بس بعد الماتشي ده يمكن اكتر فرحة فرحناها في البطولة كلها خلي بالك يمكن الماتشي ليبيا الفرحة ما كانتش خوية لان ايه يعني بعد الاول والتاني خلاص احنا ان شاء الله ان شاء الله خلاص احنا اقربوا خلاص احنا صعدين احنا ما كانتش فرق معنا ان نطلع اول اول او تاني اول او تاني مش فرق معنا فاحنا بس ناخد 9 بنت مش مشكلة بقى المغرب هناك يتعادل المغرب يكسب مش فرق معنا مهم ان احنا ايه نصعد فمبارات تونس هي اللي كان فيها الفرح كل وحتى اللعيبة ازاي بس بكاء بكاء هستيري فرحة غير طبيعية انت جيت من مش من اخر الشارع انت يعني عارف انت مرمي بمركب في البحر وممعاكش ايدك مش مجداف كمان فهو سبحان الله الفرحة كانت كبيرة جدا ابتدنا بعد كده نأهلهم لماتش ليبيا واعتقد قد كان واللعيبة للامانة وبرضو هقول الكلام ده اللعيبة دي فيها 5-6 لعيبة ان شاء الله ان شاء الله لازم لازم اللي عنديها تسيبهم يحترفهم طيب اسألك بقى من كم حارس اخترت الحراس لعاكب منتخب الناشر 12 يعني انا في الأول خالص أول التجمعت كنت جبت 12 حارس وفي الآخر وصلت لأربعة وبس هل التسنين صعب عليك المسألة شوية في الحراس ولا حراس المرمى كانوا برا الموضوع ده خالص لا كان فيه منهم طبعا بص يا سلام مش عايز اقول تسنين برضو انا عايز اقول ان سنهم خلي بالك هقول نقطة مهمة جدا تفضل الاسورة دي بتديك بص بق بتديك المستوى الرابع من 16 سنة و 8 شهور ل 17 سنة و شهرين تاني تاني تتكلف 6 شهور ايوه من 16 سنة و 8 شهور ل 17 سنة و شهرين فهو بيممكن يبقى ايه 16 سنة و 11 شهر اه ويبقى جوه وممكن يبقى 17 سنة و شهر فهوما بيعملوا ايه اي حد بيوصل لجريد 4 بيستبعدوه بيستبعدوه فللأسف دخل عطل في بطل ودي لازم لازم يشوفوا له حل طير من عندك كم حارس اتنين اتنين كنت بتفكر فيهم ولا كانوا بعيد شوية لا لا كان فيه واحد منهم موجود موجود كان ممكن يبقى السنسي مثلا انا قلت لك اللي اتنين لعبوا اللي اتنين لعبوا ايه اللي اتنين اللي كانوا معايا في المغرب لعبوا فلو كان موجود معايا كان ممكن يبقى موجود في المرعب فدي مش بتاعتنا ولكن برضو انا فيه حاجات كده بتتقال يعني يعني على الولاد خلاص بصراحة الاسورة ظلمت ناس فيه ناس اكيد انا عايز اقول لك العرض اللي اتقل لنا على المعسكر والقايمة بتتكلم في عدد كبير جدا يعني الكابتن الكاس عامل حسابه مثلا في عدد معين بتتكلم اكتر من نصه تشال لا مش اكتر من نصه لا 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 والله لا لا تلت تقريبا انا اقلم تلت تلت لو غاب عندك عنصرين تلاتة بيبقى موضوع باك انت بتلت المنتخدم بيأثر بص احنا خدنا على دماغنا احنا كل الزوف بتاعتمتش المغرب دي كانت اكلنا خد كانت جاية رزع اه رزع ورا بعض ورا بعض ورا بعض فهو وربنا مقدر لنا كده انما الحمد لله يعني ان احنا كنا محضرين من الاول خاصة كنت بتكلم في 56 لعيب اول انضمام لك القوام الاساسي كان 56 لعيب لحد ما جيت قبل الصفر للظروف المكان و28 بعد كده ما لقيتش قدامك غير رقم وانت الحمد لله قدرنا نكمل ونجيب ناس تشيل لان احنا كنا عاملين حسابنا على حاجات زي كده والحمد لله وفي الاول وفي الاخر انا رجع اقولك ان ربنا رضانا من عنده سبحانه وتعالى الحمد لله الحمد لله ناس كتيرة ممكن تقولك كابتن احمد فوزي حارس الاهل السابق واحد من ولاد النادي الاهل بس لما راح البطولة معه حارس من الزمالك وحارس من زد فين حراس الاهل انا اعرفك على المستوى الشخصي وعارف ان الكابتن احمد في الاول وفي الاخر دي بس توضيحا ان شاء الله يكون نصيب انا هرجع اجيب لجوان من الاول وكديك تخالص اصلا انا لسه قدام البطولة في شهر 4 فانا هجيب الحراس كلها 24-25 اه في شهر ابريل 25 ان شاء الله اتمنى طبيعي ان انا يبقى عندي جوم من النادي الاهلي خلي بالك اصلا هو الانديا اللي بتأسس حراس على مستوى مصر اهلي زمالك ماؤلين زد امبي اسماعيري اه اتحاد يعني دول الانديا اللي بتعرف تأسس حراس فانا مش هجيب حالس اهلي بمعنى انا عايز حالس يجي يلعب انا بتمرن كم انا يعني معسكرتي اسبوع كل شهر همرنه على ايه فلازم يكون بيتمرن في نادي كويس قوي انا بالنسبة لي شغري كله بيبقى تاكتكس وبفرجهم على ماتشاط وبفرجهم على شغلهم في التمرين مصبور انما مش هقدر اأسس فالتأسيس ده بيبقى من الانديا فغصبا عني انا بار مش انا اي مدرر منتخب بيروح للانديا كبيرة اللي بتعرف تأسس حراس عشان ياخذ منها الحراس اه فطبعا اكيد ان اتمنى ان يكون في حراس النادي الاهلي معايا اذا كان يوسف صنديد او عمر النحاس او يوسف صلاح التلاتة اتفرجت على اتنين منهم للامانة يوسف صلاح اللي ما كانونوش نصيبني وموجود معايا انما لسه الدنيا مفتوحة وانت عارف في السن ده التغيرات بتبقى كبيرة جدا وسريعة فطبعا هتفرج عليهم تاني وتالت ورابع واخدهم واشوفهم ان شاء الله البطولة هتبقى فين لحد دلاتي مش عارفين بيقولوا كودفار سعاد جنوب افريقيا واسمعنا انها في المغرب ام الله بص في مشكلة في موضوع المراحل السنية 17 وال20 سنة تحديدا بيبقى الاتفامة بين الزون المناطق الجغرافية بتبقى عايزة ترشح جهة معينة هي لتنظم والكاف ممكن مكتب التنفيذي بيبقى لسه شايف الاختيارات ممكن مش متاحة فبيسيب القرار للمناطق هي اللي ممكن تختار التصفيات طب لما بتيجي بقى المراحل المختلفة النهايات بقى النهايات بقى بيشوف المنتقبات اللي اتأهلت وعلى اساسها بيختار لما يلاقي دولة كبيرة من الدول ما تأهلتش وعايزة تنظم بيديها تنظيم دولة كبيرة يتأهلت وعايزة تنظم وفيش حد هينظم فبيديها تنظيم فانت هتلاقي العملية ما بين في العشرين والسبعتاشر بالزادة تحديدا يا مصر يا الكوديفور يا المغرب لو في جنوب افريقيا ما تدم جنوب افريقيا ايزا بقى ما تأهلتش اه ايزا ما تأهلتش طيب الله بص انا لحد الوقت بتبقى لها حزبة كده انا هقولك على حاجة انت اللوحيد اللي تعرف تجيبها من داخل الاتحاد لأفريقيا اللي هي كاس العالم في شهر سبعة تقريبا 25-25 في قطر مظبوط 48 فرق البطولة كل سنة ايوة في سننا 48 فرق اه مظبوط كل سنة المفروض يتأهل 10 من أفريقيا تمام تمام البطولة اللي جاية فيها 12 فرق واللي هيتأهل 4 بص ازاي دي بقى انت اللي تجاوب عليها واستنها منك على فكرة كابتل احمد طرح موضوع مهم جدا وهاسألك فيها هو اجيب لك الإجابة ده لازم وممكن اقول لك على الهول في الاسبوع اللي جاي ده لازم لان الموضوع شائق جدا بس فكرة كاس العالم هو كاس العالم كل سنة في المراحل السنية دي خلاص بقى كل سنة كل سنة بس 48 فرق في قطر 48 فرق ده على الفيفا منزلها على الصفحة بتاعتها 48 فرق في قطر لمدة 5 سنين 17 سنة رجال 17 سنة سيدات لمدة 5 سنين 48 فرقة في المغرب كل سنة برضو فازاي بقى احنا نلعب 12 فرقة في افريقيا نروح اربعة نروح اربعة لا نسأل فيها ده لازم من عناية الاتنين لحظة الله يكريم طيب احسألك تاني كابتل احمد على فكرة اجيالكو لما قد تلعفوا منتخبات الناشئين اختلفت الظروف والعوامل اللي تساعد المنتخبات زمانا عند الوقت بالامانة المنافسة بقت اصعب في افريقيا بالامانة بالامانة لان احنا مثلا على ايامينا معظم ما تشاطنا اسيوبيا اوغاندا يعني بتلاقي 3-4-5 فرقة هم اللي واقفين على رجلهم مثلا كوديفور نيجيريا غانا كانت الفرقة دي بتبقى قوية جدا جدا مغرب وتونس خلي بالك ما كانوش قوي انما دلوقتي انت عندك المنافسة بقت قوية جدا مع شمال افريقيا الاول وبعد كده المنافسة في افريقيا لقبقت اقوى من الاول ما بتطلع اوروبا دلوقتي برضو بيعملوا زي المغرب وتونس والجزائر اللي هم المجنسين بيلعبوهم برضو بساميون فالمنافسة بقت اصعب على الولاد الكورة بقت اصعب من الاول ما بقاش فيه مهارات قوي قد ما بفيها قوة وسرعة وتحرك اكيد فاعتقد لا دلوقتي الدنيا اصعب شوية دي من وجهة نظري احنا كان على ايمينا الدنيا اسهل الى حد ما كابتنا احمد انت نورتنا وشرفتنا حبيبا محمد ووجودك النهارد معنا كان مهم جدا عشان نبريك لك على هوا وفرصة تحكي الدراما اللي انت عشتوها في البطولة الله يكريمك عزيز محمد ومتشرف ويعني انا فعلا مبسوط ان انا معاك واتمنى ان انا دايما معاك ودايما تبقى ناجح ومكسر الدنيا الله يخدير وبتقوفي ليك يا رب ان شاء الله وبالتأكيد هجاوب لك على السؤال بتاعك ان شاء الله بإذن الله العلا وعسن التصفيات كلها الفرق كلها تروح يا موسى على الله شكرا جزيلا كابتون احمد فوزي مدرب خراس مرمى منتخب الناشئين مواليد 2008 الى هنا وصلنا لختام الحلقة وبالمرة كمان ختام الاسبوع بإذن الله تجدد اللقاء يوم الاثنين المقبل يوم الحد مش هنكون معاكم في السجل تحليل المباراة الاهل والبنك الاهل اتمنى توفية رب لفريق الكورة مكسب وصلة نقاط مهمة جدا في مشوار الدور العام ولكن بشكر حضراتكم بالتأكيد على حصر المتابعة والمشاهدة وإلى اللقاء في حلقات اخرى قادمة لبرنامج التريند شكرا وإلى اللقاء اشتركوا في القناة